تفضل يريد تسمعني من التليفوني تفضل وعليكم السلام وعليكم السلام حبيبي ممكن اشارك تفضل بس الصوت اقواطي شوية عاليه شوية ماشي ماشي حاسي الصوت يواضح اه الصوت اقواطي حاليا تفضل الحمد لله وياك رعادي ايسا من العراق حياك الله تفضل اه ما عدري على موضوع القرآن والتحريف نعم الله عز وجل تحدى الانس والجن بان يأتوا بمثل هذا القرآن نعم فهنا عندما نقول ان القرآن فيه زيادة او نقصان نتكلم عن الزيادة اذا الزيادة هذه يبقى اذا هناك رجال اتوا بمثل هذا القرآن ووضعوه في القرآن حتى كمان مش تحدوا به لا دا وضعوا في القرآن يبقى اذا هنا بطل التحدي النقطة الثانية كيف الله عز وجل يتحدى الانس ويتحدى الجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن وفي النهاية التحدي يكون على قرآن محرف التحدي يكون على قرآن به زيادة فشلون يعني تطيام ثال وتضرب بها وكأن ما أنه أكون تحريض بالقراءة حضرتك أنا أتكلم على أناس دلوقتي أنا أتكلم عن الطائفة الشرازية والطائفة الشرازية الآن لها عدد لا لا يستهم به يعني ده قناة وحدة قناة وحدة فيها خمسمئة وخمسين ألف شرازي نعم أعرف أعرف بس ما أعتقد بهم بتحريف القرآن ولا أعتقد أنهم يقولون في تحريف القرآن أنا ما أكلمك أن أنت تعتقد لا لحضرتك روح شوف القناة روح شوف القنوات بتاعتهم هتلاقيهم يؤكدون على مسألة تحريف القرآن نعم هي موجودة حتى أدى أهل السنة أيضا لا حول ولا قلنا لله وإلى رقعون هو أهل السنة أي أنتما ما تعرفوا وتاكلوا وتشرابوا قال عند أهل السنة والجماعة يعني أنت مثلا اسمعني بس الله يبرك في عمرك الآن لو عند أهل السنة والجماعة ان الامام ليس بمعصوم ان الامام الاثنى عشر ليس بمعصومين هل هتاخد من عند اهل السنة الجماعة وتقول ان الامام ليس بمعصومين ها جاوبني تتفضل سكدت ليه الان عند اهل السنة الجماعة ان الامام ليس بمعصومين هل حضرتك هتاخد اقوال اهل السنة الجماعة بانه لا يوجد اساسا اثنى عشر معصوم عندكم معصوم عندكم او لا يوجد اسم عشر اطيك 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 اجابة يعني ما اخذ من اعتهم ما اخذ من اهل السنة طب اشمعنا بقى لما بتكلمك في مسألة القرآن الكريم طب من انتو عندكو تحريف القرآن الكريم يا سنة نعم لا ترمي الناس في حجر يا عم احنا الحجر احنا دخلين جهنم دافع انت عن القرآن بتاعك حشاك احنا عزيزي يا عم يا باشا ما فيش حاجة اسمها لا ترمي الناس بالحجر وبيتك من زجاج انا رميتك بالحجر لان بيتي من زجاج اساسا نعم الان دلوقتي المصيبة موجودة عندك يعني هاتلي واحد سنة واحد فقط يقول بتحريف القرآن كلهم معظمهم مش هقول كلهم قرأوا البخاري ومسلم وكتب السنة والفضائيات وكلها هاتين واحد عالم واحد بل شبل واحد من شبل من اجبال اهل السنة والجماعة قال بتحريف القرآن وانا امام شبل واحد من اهل السنة والجماعة يقول بتحريف القرآن اديك الاف مؤلفة عزيزي تقول بتحريف القرآن عندكم تطي الشؤال وانت اللي تجاوب يعني ما تطي حتى مجال للكلام يا رجل يا طيب كل ده ما بيدي مجال ده انا اكتر واحد بيدي مجال اتفضل اتفضل طيب احنا نقول على قولة المصري يقول احنا ولاد النهاردة لا احنا عندنا مثلا يقول لك ايه يا عزيزي كلنا لصوص يعني ما تعيرني اذا كان عندي تحريف قرآن فانت عندك تحريف قرآن فكلنا لصوص بها الشي هذا على الشأنك اذا انت تعتقد باللصوص هذا الشأنك احنا ما نعتقد باللصوص لا يا باشا انت اللي بتقول انت اللي حضرتك بتقول انت بتقول يعني زي ما عندنا تحريف قرآن عندك يا سنة تحريف قرآن ايه موجودة موجودة يحدكم بالتاريخ موجودة عن عائشة يا باشا عن عائشة وعن عمر واحنا حرفنا القرآن ايه انتم تقولون انكم جين خاص يعني انا عايزة اسأل سؤال حضرتك عندما اعتقدت بتحريف القرآن حضرتك عندما اعتقدت بتحريف القرآن سؤال بس حضرتك عندما اعتقدت بتحريف القرآن هل اعتقدت من خلال كفر السنة ما انا اعتقد خلاصي بدافع عنك تقول والله يا جماعة عندنا مشكلة دلوقتي عندنا ناس طلعت فعلا تطالب بتقول بتحريف القرآن واحنا ان شاء الله حنقف ضدهم وحنحاول نحاول نحاولهم ونرجحهم لحضيرة الاسلام مرة تانية احسنت احسنت رحمه الله وادك وهذا الكلام الصحيح ما انا اعتقد فيه وكل من يقول فيه تحريف القرآن هذا باطل ايوة باطل لكن انت صدت الباطل ازاي حضرتك انت صدت الباطل ازاي انت صدت الباطل ازاي انت صدت الباطل ازاي مراجعكم صدوا الباطل ازاي انت تعرف لو احنا عندنا 550 الف كافر في خلال شهرين او ثلاثة يا عمش معنا الله يبارك وعمنا احنا لو احنا عندنا 550 الف كافر او 550 الف ملحد ظاهروا كده مرة واحدة والله للدنيا كلات قلبت ده انت لو واحد بس تكلم عن مسألة نقاب او متكلم عن مسألة اللحية اللي بعل الدنيا فما بالك لو خمسمائة وخمسين ألف وواحد سني قالوا بتحريف القرآن ما هي الآليات اللي انتم تخصتموها لرجوع هؤلاء لحظيرة الإسلام انهم يتركوا عقيدة التحريف تفضل عزيزي موجود مراجعنا في النجف للأشرف موجود مواقعهم في كل مواقع الانترنت ممكن انه حتى اتوجه السؤال لهم هل اكون مرجع ديني كبير يعتقد في تحريف القرآن يا باش انا بقولك ما هي الآليات التي اتخذتموها لإيقاف هؤلاء الذين يقولون بتحريف القرآن اظن كلامي واضح وصريح احنا اعرف عزيز احنا ما عندنا السيف على كل واحد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يا أستاذ وانا انتلك هو انا قلت لك خطت السيف نعم الان دلوقتي اصباح الظاهرة تدقل للآليات تدقل للآليات يا أستاذ لو سمحت للآليات لو سمحت الآليات ديت انا ما بقولكش تفضل يمسك السيف واضربهم وانروح قتل فيهم احسن انا بقولك ايه هي الآليات بمعناها يعني فتحت فرامج يعني هناك مراجع تكلمه في مسألة تحريف القرآن الآن الآن احنا بقلنا شهرين دلوقتي بقلنا شهرين في اشكالية تحريف القرآن عند الشعر الامامين 22 فدلوقتي اصبحت ظاهرة عندكم ان الشرازية يقولون بتحريف القرآن الشرازية يقولون بتحريف القرآن صراحة يعني من هو اللي يقولون من الشرازية ممكن انه تطيني فد مصدر التسجاة تحتي بالشيرازية اقل لواحد اقل لواحد عندكم ما هو امير القريشي امير القريشي معمم هذا الشاذ والشيعة كلها جاة تحتي وكلها كلها المتكلة انه عنده يعني هم اتباعوا ظلم الشيعة سويل اتباعوا من الشيعة يعني انت اتباعوا ليس بالشيعة طب خلاص يا عم خلاص حلنا من المشكلة دي ان القرآن الذي سيظهر مع المهدي هو نفس القرآن يا اخي طب ايه الحكمة يعني انه يظهر مع المهدي يعني ايه الحكمة اذا كان هو ده قرآن وده قرآن ايه الحكمة انهم يقولوا ان القرآن سيظهر مع المهدي القرآن احنا حسب اللي اعنق مفتهمة من التاريخ انه موجود ترتيب السور تختلف لا الروايات كلها الروايات كلها الروايات تقول القرآن وليس تفسير القرآن ما تكذبوا على الناس ما تكذبه مو تفسير القرآن يا أخي تفضل هاتلي رواية بأنه تفسير القرآن أنهم يتكلمون على أن المادي سيأتي بتفسير القرآن وليس القرآن نعم في بعض الآيات الموجودة في القرآن ما معروف حتى التفسير يا بيش أنا ما بكلمكش على التفسير أنا ما بكلمك على التفسير أنا بكلمك على الآيات أي قرآني كريم ما بكلمك على التفسير ما الذي تريده يعني الان ما هو الذي سيظهر مع المهدي انت تقولي التفسير صح مو التفسير يا اخي الترتيب الصور القرآني طب وهي ترتيب عماليش برضو بتتحطي على الناس تأذي موجود وحدة وحدة اسمعني بس ايه اللي حيدر القرآن لو صورة البقرة جاءت الاول وبعدها صورة الفاتحة ايه اللي حيدر القرآن لو خدنا صورة البقرة حطناه باخر المصحف ايه اللي حيدر القرآن ما راح يضرر شيء طب لما هما ما راح يضرر شيء عاملين فيلم ليه هندي وان ترتيب الصور كما تدعي انت دي النقطة الاولى انت الان غلطت غلطة عمرك الا وهي انك تقول اسمعني بس لو سمعت انت غلطت غلطة عمرك الان انت تقول ان هناك ايات في القرآن الكريم ليست مفصرة وليست مفهومة الى الان صح صح صحيح انا اقول لك صحيح ايشلون والمفروض ان علي ابن ابي طالب فصرها من 1450 سنة وبعدين الحسن وبعدين الحسين وبعدين علي ابن الحسين الى اخر واحد من 1350 سنة اللي هو الحسن عسكري ايشلون ايشلون فصرها يعني ما فصرت يعني الايات الى الان ما فصرت لا ما فصرت اديني مثال لآية كده التي لم تفصر الى الان لا اديني اديني تاني عشان ايمكن ما سمعتش وللحاجة حاطت تسمعها في ادني ما بسمعش بالشمال اديني باليمين اتفضل اديني اية كده طب ولو جبتلك من تفسير البرهان و جبتلك من تفسير الحسن المنسوب للحسن عسكري انها فصرت وانا ايم عندك وفصروها وبعدين انت يعني ما عليش واحدة واحدة يعني انت عندك كم سنة انت عندك كم سنة يعني عندك اتنين وخمسين سنة ولما اقول لك اتفضل تديني آية تقول لي يعني الف لا ميم حروف مقطعة وتقول لي لحد دلوقتي الآية دي ما فصرت يعني الناس كلها اسمعني بس الناس كلها منتظر المهدي عشان يفصر لهم الف لا ميم يعني ايه طيب دي الآيات اللي حضرتك بتقول عليها دي الآيات اللي انتو بتختلفوا عليها دي الآيات اللي انتو بتختلفوا عليها لا عزيز لا كثير من الآيات انا هطيتك مجرد انه امثل اكو كثير من الآيات انتم بتفسروها الشكل و احنا اتفسرها الشكل يا باشا انا ما بكلمك ما ترجع في كلام التاني ما ترجع في كلام التاني ما ترجع انت الان بتقول ان انتم بتفسروها بشكل وإحنا مفصرها بشكل يبقى إذا مفصرها لا أنت قلت بالنص أن هناك آيات لم تفصر آيات أكو رموز في القرآن لم تفصر آه لا لا مفصرها أنا من زمان إن شاء الله بص فيه كتاب على الإنترنت اسمه تفسير وليد إسماعيل للآيات المقطعة قريت عنه قبل كده لا والله ما قاعد عدت لقيه مع المهدي عيج إن شاء الله افل عنه قبل 52 سنة الله يديك وصيح لك حال افل علي يا ابن افل علي افل علي يا عم بلى وجه الدماغ يقول لك هناك آيات هناك آيات من القرآن الكريم لم تفصر تقول له طب الديني مسهل يقول لك ألف لا ميم لم تفصر الله أكبر ألف لا ميم لم تفصر لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن الله يرجعون و 52 سنة 52 سنة تخيل 52 سنة